كل الفرق فيه أداة تصاعدية كل الفرق خصوصاً الفرق الكبيرة دائماً ما نشاهده تصاعدية منتخب أرجنتين أول مباراة كل اللي يعرف شنو وضع خسر أول مباراة وقدر أنه يستعيد وضعه الآن الفريق الأرجنتيني من فرق المرشحة للوصول لأدوار النهائية الفريق الهولندي أداء رخيم منذ يعني بعد الوخزة السعودية أنا أعتقد صحوة ميسي خلينا نقول صحوة ميسي الكبيرة في المنتخب الأرجنتيني لها دور كبير في الوصول ما وصل الفريق الأرجنتيني وأعتقد أنه ميسي خلينا نقول كل ما أريد أن أجمع الأغلبية من الجماهير متعاطفة مع ميسي يمكن هذه المشاركة الأخيرة إلى بدون الحصول على بطولة كبيرة مثل كأس العالم وأن كان حصل على كوبا أمريكا فقط خلال مسيرة الكبيرة والطويلة بالإنجازات فقط مع الأندية مع المنتخبات ما كان عنده أعتقد إنجاز غير كوبا أمريكا فقط من الفئة العمرية يمكن أيضا كان فوق يعني على النطاق الوطني فقط كوبا أمريكا شوف الجماهير والناس وكثير من المتعاطفين حتى وين كانوا يشجعون الفرق الأخرى كثير من المتعاطفين مع ميسي على أنه يكون لاعب كبير يستحق أن ينال شيء مما قدم للكرة إجمالا نعم